السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح شابتر 2 الفصل الثاني How business works كيفية القيام بالاعمال التجارية وده في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم طبعا ده كتاب discover اكتشف primary 1 الصف الاول الابتدائي والterm 2 او الترم الثاني وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح lesson 4 او الدرس الرابع والنهاردة ان شاء الله هنشرح lesson 5 او الدرس الخامس وكنا انهينا شرح page 40 او صفحة 40 وهنبدأ شرح page 41 صفحة 41 وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم page 41 عنوانها man made man made يعني من صنع الانسان الحاجات الانسان صنعها فانا بيقول لنا look انظر at the picture على الصورة below الموجودة بالاسفل circle the things ضع دائرة حول الاشياء things الاشياء that are man made اللي هي من صنع الانسان فطبعا بممتهل سهولة هننظر على الصورة الى بالاسفل وهنلاقي فيها طبعا مبنى وفيه شبابيك من الزجاج وكار وقفة وراجل بيحمل من عليها بعض البضائع وفيه tree كمان وفيه راجل واقف ومعاه بايسكل وفيه واحدة ساته ومعاها كتاب في ادها وقعد على seat في الجاردن دي فطبعا احنا هنعمل circle حوالين الحاجات من صنع الانسان اول حاجة plane دي man made او الطائرة دي man made فنعمل حواليها circle ثاني حاجة car دي man made فنعمل حواليها circle ثالت حاجة building ده man made او المبنى ده man made فنعمل عليه circle باسكل دي man made فنعمل حواليها circle طبعا الحاجات اللي مش man made مثل 3 ، الحاجات الناترال ، مثل 3 ، طبعاً مش هنعمل عليها سيركل المقعد اللي قاعد عليه الست دي او المقعد اللي قاعد عليه الست دي من ميد فهنعمل عليه سيركل وبكذا نكون هنا حل بيج 41 ونتنقل البيج اللي بعد كذا خليكم معين ونوصل لبيج 42 او صفحة 42 وانوانها types of transportation types يعني انواع of transportation transportation يعني وسائل النقل انا بيكلمنا عن انواع وسائل النقل المختلفة وطبعاً احنا بنتكلم عن وسائل النقل اللي بتساعدنا على القيام بالاعمال لان الشابتر ده how business works كيفيد القيام بالاعمال التجارية فاحنا هنا بنتعلم الحاجات اللي بتساعدنا ازاي نعمل اعمال تجارية نجحة ونقوم بالاعمال التجارية اللي الانسان بيحتاجها علشان حياته تستمر فانا بيكلمنا عن types او الانواع of transportation الخاصة بوسائل النقل اللي بتساعدنا في القيام بالاعمال التجارية فانا بيقولنا use استخدم your crayons crayons اقلام التلوين بتاعتك to color لتلون the picture اللي هي الصور of the types الخاصة بالانواع of transportation بتاعت وسائل النقل that would be used التي يمكن استخدامها to move goods to move goods لنقل البضائع move يعني نقل goods البضائع فاحنا هنا هنستخدم اقلام التلوين بتاعتنا علشان نلون الصور ايه الخاصة بوسائل النقل اللي بتساعدنا في نقل البضائع طب تعالوا نشوف يا اصحابي ايه هالصور اللي موجودة عندنا عشان نعرف ايه اللي بينقل البضائع وايه اللي ما بينقلش البضائع هنلاقي اول حاجة ان هو ملون لنا صورة خاصة بشب كبيرة ودي بيسموها cargo ship cargo ship يعني سفينة شحن cargo يعني شحن او نقل كبير cargo ship يعني سفينة شحن وال cargo ship دي اصحابي زي ما احنا شايفين في الصورة هي سفينة كبيرة ضخمة بينقلوا عليها كميات ضخمة من البضائع تنقل البضائع دي من بلد لبلد تانية ودي طبعا من اكبر وسائل نقل البضائع في العالم فبيسموها cargo ship وهو هنا ملونها لنا علشان يسهل علينا عملية الحل طب ايه تاني ممكن يكون بنستخدمه في move goods او في نقل البضائع طبعا عندنا اول حاجة في هنا track او delivery track delivery track او عربية النقل دي طبعا دي بنستخدمها في نقل البضائع فانلونها بالcrayons بتاعتنا طب دي سفينة مش كارجو شب دي سفينة الناس بتتسافر بيها وبتتفسح بيها بين البلاد دي اسمها cross ship cross ship او سفينة سياحية اسمها cross ship او سفينة سياحية طبعا دي موجود فيها شبابيك علشان النور يدخل والهوى يدخل للناس لان طبعا السفينة الكارجو شب بتنقل goods او بضائع والبضائع دي طبعا non living او غير حية فمش هتحتاج للهوى ولا للضوء علشان كده مش مهم يكون فيها شبابيك ومش مهم يكون فيها اماكن يدخل منها الهوى لكن الكروس شب او سفينة السياحية اللي بتنقل الناس موجود فيها شبابيك وموجود فيها مداخل للهوى وللضوء كمان علشان هي بتنقل living things او كائنات حية اللي هما البني ادمين فشكلها بيختلف كتير عن شكل الكارجو شب وزي ما قلت هي اسمها cross ship وطبعا دي ما بنستخدمهاش في نقل البضائع فمش هنلونها ثالث صورة فيها selling boat selling boat او مركب الصيد طبعا ده ما بنستخدمهاش برضو في نقل البضائع فمش هنلونه في رابع صورة في plane ال plane او الطائرة وال plane طبعا بتستخدم في نقل البضائع بين البلاد بس بتستخدم في نقل البضائع لمسافة طويلة جدا ولاماكن ما بتوصلش ليها السفن فهي بتنقل بضائع معينة لمسافات طويلة جدا السفن ما بتقدرش توصل لها فال plane طبعا وسيلة من وسائل نقل البضائع فهنعمل عليها coloring وهنلونها بال crayons بتاعتنا طب الصورة الخامسة فيها راجل راكب البايسكل بتاعته او الدراجة بتاعته وطبعا واضح جدا ان دي مش وسيلة نقل بضائع ولا حاجة فمش هنلونها طب الكار الكار العادية اللي الناس بتركبها وبتستخدمها في التنقل طبعا دي مش وسيلة من وسائل نقل البضائع لان هي مش ما بننقلش بيها البضائع بشكل تجاري فهنا مش هنلونها طبعا في الصورة السابعة في راجل ماشي على رجليه واكيد دي مش وسيلة من وسائل نقل البضائع علشان كده مش هنلونه والصورة التامنا فيها الكارجوشيب وهو بنلونها لنا علشان يسهل علينا الحل فاحنا مش محتاجين نلونها واخر صورة في البيج هي صورة البص والبص طبعا واضح جدا ان هو مش وسيلة نقل مضائع لان هو بين الركاب بين البني ادمين على الارض زيه زي الكروسشيب اللي بتنقل البني ادمين في البحر بالعكس هي بتفسحهم كمان فالبص هنا برضو بين living things او كائنات حية فهو مش مخصص لنقل البضائع فمش هنلونه بالكريونز بتاعتنا وطبعا الكلمات الجديدة هنا هي types types يعني انواع transportation transportation يعني نقل use استخدم crayons اقلام التلوين color لون pictures sour would be used would be used يمكن استخدمها move تحريك او نقل goods البضائع ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 43 او صفحة 43 وعنوانها magnet investigation magnet يعني المغناطيس طبعا انتو عارفين ايه هو المغناطيس يا اصحابي واحنا هنتكلم عليه شوى دلوقتي وانفستجيشن يعني التحقق يعني اكتشاف يعني اختبار المغناطيس احنا هنا هنتعلم ازاي نختبر الموناطيس ونتعرف عليه بشكل سليم ونعرف هو كمان بيأتراكت اي او بيجذب اي فهنا المفروض ده تجربة هتتعامل في الكلاصروم او في حجرة الفصل المفروض التيتشر بتاعك هاجبلك شنطة فيها الحاجات الموجودة في الصور دي هاجبلك شنطة فيها البيبر كليبس او الدبابيس بتاع الورق واجبلك كمان شنطة تانية فيها السكروز دي سكروز دي او المصامير الالاووز دي واجبلك شنطة تالتة فيها بولز او كور صغيرة واجبلك شنطة رابعة فيها البلانت ده او الليفز دي وطبعا الوود ده طبعا احنا الاربع شنط دول هنستخدم الماجنت او المغناطيس علشان نشوف ايه اللي هينجزب منهم للماجنت ده وايه اللي مش هينجزب وقبل ما نتكلم في التجربة دي احنا عايزين نعرف هو ايه اهمية الماجنت او المغناطيس للقيام بالاعمال زي ما احنا بنقول من شوية زي ما انا قلتلكم من شوية احنا بنتعلم الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نعرف how business works او كيفية القيام بالاعمال فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ايه اهمية الماجنت او المغناطيس في انه هو يساعدنا على القيام بالاعمال التجارية فانا عايزكم تسأله نفسكم السؤال ده وتخلوه في دماغكم كويس علشان هنعرف كمان شوية ايه اهميته وهو بيساعدنا ازاي في ان احنا نقوم بالاعمال التجارية بتاعتنا فاول حاجة هنا بيقول لنا magnet investigation magnet يعني مغناطيس investigation يعني اختبار اختبار المغناطيس وهنا بيقول لنا use استخدم your scissors your scissors مقصك scissors يعني المقصة بتاعك to cut to cut out to cut out ان انت تقص each item each item كله عنصر من العناصر اللي موجودة في الصور دي from your investigation box من الصندوق بتاع الاختبار بتاعك فاحنا هنا هنكون قومنا بالتجربة دي في ال classroom وجربنا الماغنت او المغناطيس على الاربع اشياء الموجودة في البوكسس اللي قدامنا دي هنشوف ايه اللي هينجزب و ايه اللي مش هينجزب وطبعا لو احنا ما تعملتش التجربة دي قدامنا انا عايزكو تشوفوا التجربة الصغيرة اللي قدامكو في الفيديو الصغير ده بيوضح لك ان الماجنت او المغناطيس طبعا وبأحجامه المختلفة ازاي بيجزب المعدن بس الحاجات المصنوعة من الحديد ومن المعدن او المتل وطبعا مش هيجزب البولز او الحاجات المصنوعة من البلاستيك ومش هيجزب برضو الليفز او الحاجات الخشب اللي هي معمولة من الوود فهو الماجنت اكيد هيجزب الحاجات المصنوعة من المتل بس فهو هيجزب هنا البيبر كليبس البيبر كليبس او دبابيس الورق وهيجزب كمان السكروز او المصامير الالووز دي واكيد مش هيجزب البولز او الكور واكيد كمان مش هيجزب الليفز او الوود ده فاحنا كده عرفنا الانفستجيشن بتاعنا هيبقى النتيجة بتاعته ايه وبعد ما احنا عرفنا طبعا نتيجة الانفستجيشن بتاعتنا ايه نقص الاربع صور دول زي ما هو طلب مننا هنا ان احنا هنستخدم السيزرز بتاعنا او المقص بتاعنا علشان نعمل cut out او نقص الايتمز دي او العناصر دي من البيج دي علشان خاطر هنستخدمها في البيج اللي بعد كده ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 45 او صفحة 45 لان بيج 44 كانت صفحة فاضية زي ما احنا عارفين وبيج 45 هنا عمل لنا table جميل في yes و no فهو هنا باختصار بيقول لنا احنا هنحط في الخانة بتاعت yes دي الصور الخاصة بالحاجات الماجنت اعمل لها attraction او جذبها والخانة بتاعت no دي هنحط فيها الصور بتاعت الحاجات اللي المغناطيس ما عمل لها attraction او ما جذبهاش فهنحطها تحت الخانة بتاعت no تعالوا نشوف هو هنا بيقول لنا ايه does it attract does it attract يعني هل هي انجذبت attract يعني انجذب وهنا بيقول لك test each item اختبر كل عنصر in your investigation في الاختبار in your investigation box في صندوق الاختبار بتاعك using your magnet مستخدما المغناطيس بتاعك if the item sticks لو العنصر sticks التصق to the magnet بالمغناطيس يعني لو لزق في المغناطيس وانجذب له blue الزق بالسم the picture الصورة الخاصة بالعنصر انجذب للمغنط او لزق فيه in the yes column in the yes column في العمود الخاص بكلمة yes طب if the item لو العنصر doesn't stick ما لزقش ما انجذبش ولزق فيه to the magnet لي المغناطيس blue the picture blue the picture يعني الزق الصورة بالسم in the no column في العمود الخاص بكلمة no او لا تمام فحنا هنا طبعا هنلزق في yes الصورة بتاعك paper clips او دبابيس الورق وطبعا the screws or screw او المصمار وهنا في خانة no هنلزق الصورة بتاعة البول او الكورة والصورة التانية اللي فيها leaves والplant او الخشب والplant او الود الخاص بالplant وعلشان هما دول من جذبوش طب تعالوا نشوف الجزء التاني من ال page بيقول لنا ايه complete complete يعني اكمل the definition definition يعني تعريف of magnet of magnet اللي هو المغناطيس واذا كانت تكمل تعريف المغناطيس تقول لنا يعني ايه مغناطيس فانا طبعا بيقول لك magnet او المغناطيس ممكن نقول ايه اصحابي حاجة بسيطة و simple اوي نعرف بيها المغناطيس ممكن نقول ايه ممكن نقول attract metals attract metals يعني بيجذب المعادن صح؟ ممكن كمان نقول sticks to metal sticks to metal sticks to metal يعني بيلتصق بالمعادن فاحنا ممكن نعرفه عن طريق العبارتين الصغيرين دول كما نقول انه هو بيعمل attraction او بيأتراكت او بيجذب المتل او المعدن كما نقول انه هو بيستيكس بيستيكس يعني بيلتصق to the metal او بيلتصق بالمعدن وطبعا احنا نعرفين يعني ايه كلمة متل او ايه كلمة معدن وبكذا نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كذا خليكم معي ونوصل لبيج فورتي سكس او صفحة 46 وهنا عنوان البيج كومباس كومباس يعني البصلة وطبعا احنا زي ما سألتكم السؤال من شوية سؤال مهم جدا قلتلكوا ايه هو فايدة الماجنت او المانوتيس في القيام باعملنا التجارية او ان احنا نستخدمه في البزنس ووركس بتاعتنا طبعا دلوقتي هنجاوب على السؤال ده الكومباس يا اصحابي او البصلة هي طبعا اداة بيستخدمها الانسان علشان يعرف الاتجاهات وزي ما احنا شايفين دي صور ليها وزي ما احنا شايفين دي اشكال ليها مختلفة البصلة بتتعامل باختصار عن طريق دايرة بيبقى موجود مكتوب عليها الاتجاهات نورس نورس يعني شمال إيست إيست يعني شرق وست وست يعني غرب وساوز ساوز يعني جنوب فزي ما احنا شايفين هي فيها اربع اتجاهات ودي بصلة مرسومة او الكومباس روز زي ما بيسموها وردة البصلة دي صورة بتبقى مرسومة لها لكن هو شكلها الحقيقي بيبقى قريب من دا زي ما احنا شايفين في الاشكال التانية كده فهي بتبقى فيها الان دا اللي هو اختصار لكلمة نورس او شمال والإي اختصار لكلمة است او شرق والدابليو اختصار لكلمة وست او الغرب وي او الغرب وساوز اختصار لكلمة الجنوب فزي ما احنا شايفين بيبقى لها الاربعة الجهات دول هي بتساعدنا ازاي اصحابي هي بتبقى موجودة بالشكل ده وبيبقى فيها في النص إبرة الإبرة اللي بتتحرك دي الإبرة دي بيبقى فيها نصين نص بيشاور على الجنوب او الساوز ونص تاني بيشاور على الشمال او النورس الإبرة بتشاور على النورس الجنب منها بيشاور على النورس والناحية التانية او الطرف التاني بيشاور على الساوز او على الجنوب طب بتنفع في ايه البوصلة دي يا اصحابي احنا ممكن لو قبطان ماشي بالسفينة بتاعته في عرض البحر ومفيش حواليه علامات في الطريق خالص وهو مش عارف اتجاه الشمال من اتجاه الجنوب والشمال طبعا هو بيبقى اللي هو موجود فوق زي ما احنا شايفين فلوه مسافر لبلد وهو عارف ان هي موجودة في اتجاه الشمال هيمسك البوصلة وهيحطها على كف ايده بشكل موازي للارض بحيث ان هي تبقى موازية للارض على كف ايده وكف ايده مفتوح ويسيبها كده هي الابرة هتلف شوية وهتتحرك شوية وطرف الابرة اللي بيشاور على الشمال هيشاور على الشمال والطرف التاني اللي بيشاور على الجنوب هيشاور على الجنوب فهو هيعرف من هنا الاتجاهات وهيعرف الشمال من الجنوب او النورس من الساوز وبالتالي هيقدر يحدد اتجاه اللي يمشي فيه على اساس البلد اللي هو يريحها يعني البلد اللي هو رايحة لو هي في الشمال او في النورس هيوجه السفينة بتاعته في الاتجاه ده لو هي في الاتجاه تاني هيوجهها برضو في الاتجاه اللي هو مفروض يمشي فيه وبكده نكون عارفنا استخدامات الماغنت او الماغنطيس في القيام بأعمالنا التجارية او في انه هو يساعدنا ازاي نقوم بأعمالنا التجارية عن طريق ان احنا نعمل بي البصلة او الكومبس دي زي ما احنا شايفين دلوقتي وهنا طبعا بيقول لنا complete the picture complete the picture اكمل الصور واحنا هنا المفروض ان احنا عارفنا الصور مكتوب هنا نورس فهنكمل هنا نورس وهنا وست وهنا ساوز وهنا است وهنا بعارفين يعني اي كلمة كومبس او يعني اي كلمة بصلة وبكده نكون هنا لسون 5 ولسون 6 كمان وانهينا الدرس بتاعنا النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة